كما استقبل صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ السلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة جموع المهنئين الذين توفدوا مساء اليوم إلى قصر البديع العامر من مختلف أرجاء الدولة لتقديم تهانهم وتبركاتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد راجين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ لدولة الإمارات أمنها وأمانها وأن يحقق لها ما تصب إليه من تقدم وازدهار وتقبل سموه التهانية والتبركات بهذه المناسبة الكريمة من الشيخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد ومعالم حمد أحمد المر كما استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عددا من القناصر وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة الذين قدموا أسماء آيات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنين له العمر المديد ودوام صحة والعافية ولدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي وللأمتين العربية والإسلامية اليوم من أول خير والبركات حضر المقابلات الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري واللواء سيف الزري الشمسي قائد عام شرطة الشارقة ورؤساء الدوائر ومسؤول الدوائر المحلية